دعونا نقول أن لدينا هذه المعادلة Y تساوي X زائد ثلاثة وأود أن أعين كل المجموعات والإحداثيات لXY التي تحقق هذه المعادلة وقد عملنا هذا من قبل لذا دعونا نقوم برسم المحاور وهذا هو محور Y وهذا هو محور X والمعادلة التي لدينا هي على شكل MX زائد B أو على شكل معادلة تقاطع الميل وتقاطع Y هنا عند النقطة Y تساوي ثلاثة والميل يساوي واحد لذا سيبدو هذا الخط هكذا عندما نعين النقطة 0-3-1-2-3 هذه هي النقطة 0-3 والميل لدينا يساوي واحد إذن كل واحد إلى اليمين سيرتفع بمقدار واحد إذن الخط سيبدو إلى حد ما هكذا هذا تقريب جيد إذن الخط سيبدو هكذا ولكن علينا أن نتذكر عندما نقوم برسم خط كل نقطة على هذا الخط ستقوم بمثابة حل هذه المعادلة أو أنها ستمثل زوج XY التي تحقق هذه المعادلة مثلاً عندما تأخذ X تساوي خمسة عندما X تساوي خمسة فإنك عندما X تساوي خمسة فإنك تذهب إلى الخط وستجد أن Y تساوي ثمانية هي الحل إذن هذه تمثل مجموعة الحل هذه المعادلة أي كل المجموعة التي تحقق Y تساوي X زائد ثلاثة دعونا نرى معادلة أخرى دعونا نقول أن لدينا هذه المعادلة Y تساوي سالب X زائد ثلاثة ونريد أن نعين جميع قيم XY التي تحقق هذه المعادلة ويمكننا أن نفعل الشيء نفسه هذه أيضاً لها نفس تقاطع Y وهو عنده ثلاثة ولكن الميل هنا هو سالب واحد إذن ممكن له أن يكون سيفيبدو بهذا الشكل في كل مرة تتحرك فيها إلى اليمين بواحد سوف تتحرك إلى الأسفل بالمقدار نفسه أي إذا تحركت إلى اليمين بمقدار معين فإن عليك أن تتحرك إلى الأسفل بالمقدار نفسه إذن هذا ما ستبدو عليه هذه المعادلة أو هذا ما تمثله كل نقطة على هذا الخط سوف تمثل زوج XY والتي سوف تحقق هذه المعادلة ماذا لو سألتكم هل يوجد زوج XY ممكن له أن يحقق كل من هاتين المعادلتين هل يوجد نقطة أو إحداثي ممكن له أن يحقق كلا هاتين المعادلتين دعونا نفكر بهذا كل شيء يمكنه أن يحقق المعادلة الأولى موجود على الخط الأصفر هنا وكل شيء يمكنه أن يحقق هذه المعادلة موجود على الخط الأرجواني الموجود هنا إذن ما الذي يحقق كلاهما؟ هناك نقطة موجودة على كلا الخطين ومن الضروري أن تكون موجودة على نقطة التقاطع لهذين الخطين إذن في هذا الوضع ستكون هذه النقطة على كلا الخطين وستكون في الحقيقة هي تقاطع Y والنقطة 0 ثلاثة موجودة على كلا الخطين إذن هذا زوج من الإحداثيات أو هذا زوج من XY يحقق كلا من المعادلتين ويمكنك أن ترى عندما X يساوي صفر هنا 0 ثلاثة يساوي ثلاثة إنها تحقق كل من هتين المعادلتين إذن يمكننا من خلال الرسم أو التمثيل البياني أن نجد حل لنظام من المعادلات لنكتب ذلك في الأسفل نظام معادلات System of Equations وكل ما نعنيه هنا أنه لدينا العديد من المعادلات كل واحدة منهم تتركز في X و Y في هذه الحالة فإن المعادلة الأولى هي Y تساوي X زائد ثلاثة والثانية هي Y تساوي سالب X زائد ثلاثة هذه تمثل خط على الإحداث الديكارتي وهذه تمثل مجموعة حل خط آخر على الإحداث الديكارتي وإذا أردنا معرفة X Y التي تحقق كل من المعادلتين فإن واحدة من الطرق التي يمكننا أن نحل بها هي أن نرسم كل الخطين أو المعادلتين ومن ثم ننظر إلى نقاط التقاطع لهتين المعادلتين وهذا سيكون الحل لكلاهما في العرض القادم سوف نرى طريقة أخرى يمكننا أن نحل بها هتين المعادلتين ربما ستكون رياضية أكثر وأقل تمثيلا لكن في الحقيقة أريد أن نفهم هذا التمثيل البياني لحل نظام المعادلات دعونا نقوم بحل واحدة أخرى دعونا نقول أن لدينا Y تساوي ثلاثة X ناقص 6 هذه واحدة من المعادلات والتي تكون المعادلة الأخرى هي Y تساوي سالب X زائد 6 وكما في المثال السابق دعونا نمثل هتين المعادلتين سأحاول أن أجعلها واضحة قدر المستطاع لنمثل كلا المعادلتين دعونا نرسم بعض العلامات وهنا أيضا أظن أنني قد كنت بعمل مهمة إذن دعونا نقوم برسم هذه المعادل الأرجوانية هنا تقاطع Y هو سالب 6 لذا لدينا دعونا نضع 1, 2, 3, 4, 5, 6 وهذه Y تساوي سالب 6 والميل هو 3 إذن في كل مرة تتحرك فيها بمقدار 1 فإنك تتحرك على بمقدار 3 تتحرك إلى اليمين بمقدار 1 وترتفع 1, 2, 3 هذه 3 1, 2, 3 إذن الخط سيبدو هكذا سيبدو وكأنه يتقاطع مع المحور على النقطة 0, 2 وهذا صحيح 3 ضرب 2 يساوي 6 و6 ناقص 6 يساوي صفر إذن الخط سيبدو هكذا بعض الشيء ويتجه بهذا الاتجاه ماذا بالنسبة لهذا الخط القاطع Y لهذا الخط هو زائد 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 والميل هو سالب 1 إذن في كل مرة تذهب فيها إلى اليمين بمقدار 1 فإنك ستذهب إلى الأسفل بمقدار 1 أيضا إذن ستذهب إلى الأسفل بمقدار 1 أيضا وهذا سوف يتقاطع عندما Y تساوي صفر وX تساوي 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 هكذا إذن الخط سوف يبدو هكذا سأحوار رسمه بشكل جيد ويمكنني أيضا أن أسألكم نفس السؤال ما هو زوج XY الذي يحقق هتان المعادلتان عندما تنظر إليها ستجد أنه بالإمكان أن تكون هذه النقطة هذه النقطة تقع على كل الخطين هنا دعونا نرى إذا كان بإمكاننا أن نجد هذه النقطة لنمع النظر هنا لدينا 1, 2, 3 فاصلة 1, 2, 3 إنها تبدو نفس النقطة هنا إنها النقطة 3 ثلاثة أنني أقوم برسم اعتمادا على يدي لذا قد يكون هساب الضبط دعونا الآن نبحث لنرى عندما X تساوي ثلاثة وY تساوي ثلاثة بلا ريب إنها تحقق هتين المعادلتان فإذا عوضنا القيم في المعادلة الأولى فسوف نحصل على ثلاثة تساوي ثلاثة ضرب ثلاثة ناقص ستة وهذه تسعة ناقص ستة وهي في الواقع ثلاثة إذن النقطة 3 ثلاثة تحقق المعادلة الأولى دعونا نرى إذا كانت تحقق أيضا المعادلة الثانية نحصل على ثلاثة تساوي ناقص ثلاثة زائد ستة وستة ناقص ثلاثة يساوي ثلاثة إذن بالرغم أن الرسم كان رسما يداويا كنا قادرين على تحديد النقطة على أنها ثلاثة فاصلة ثلاثة ونقول نعم إنها تحقق كلتا المعادلتين إذن نحن قادرين على حل هذا النظام من المعادلات عندما نقول نظام معادلات نحن في الواقع نعني بذلك أن هناك العديد من المعادلات والتي تحتوي على أكثر من مشهول ويمكنك أن تستخدم كل من هذه المعادلة عن طريق الحد من القيم الخاصة وتحاول إيجاد نقاط التقاطع للعثور على حل جميع هذه المعادلات وفي العرض القادم سنرى طرق جبرية أكثر لحل المعادلات ورسم هذه المعادلات لإيجاد نقاط التقاطع